نفس حكم الإعدام تم بمساعدة اتنين عشماوي اللي المفروض ينافس حكم الإعدام ومن ننفذوش ودكتور الساجن اللي أعلى لحالة الوفاء وهو لسه عايش والاتنين دول ما عملوش كده من نفسهم لا كان فيه واحد وراه هو اللي أكبرهم أنهم يساعدوا سليم والواحد ده مننا وده كان التفسير الوحيد والمنطقي واللي بيرد على كل الأسئلة وده كان في حد ذاته مشكلة وكان لازم نرد عليها وبسرعة كن إن الوزارة مخترقة وفي الوقت ده بالذات كرسة عشان كده كان لازم نكشف مين اللي وراه جاب الوسليم واتضع إن الشخص ده هو اللي هو صبري فهيب حمزة مالك أنت مش معانا وليه ده يا فنو أنا تمام تمام حضرتك جدا طيب يا حمزة تعال عايزة بعد ذلك حمزة إنت لو مش عايزة تكمل الاجتماع بلاش أنا ياسف يا فنو إن أنا صرحت جوا بس حمزة أنا عارف العلاقة لبينك وبين اللي وصبر شكلها إيه وعمل إزال وعارف إن اللي بيحصل دلوقتي صعب عليك قد إيه لكن الظروف اللي إحنا فيها مش نستحملها وعشان كده أنا بديك فرصة لو عايزة نساحب انساحب لا يا فنو أنا بس كنت عايزة تأكد إن هو اللي وراء جيب ربس ليه طيب يا حمزة لو تأكدت أنا بنفسي يا فنو اللي ها أبو ضع ليه وأنا مش عايزة أسمع منك أكتر من كده يلا بقى نكمل الاجتماع بالفضل يا فنو صاحي من بدر خير إيه اللي شغلك؟ حاجات كتير أنت اللي خير شكلك عايز حاجة بصراحة في حاجة مهمة محتاجينها وعزك تجيبها لنا بسرعة حاجة إيه؟ خطة تأمين السجون في وقت التوارج شو معنى؟ شو أقتو يا سليم؟ المفروضة جبها إزاي دي انت عارف إزاي دي كلمه بس وهو قاعد صراحة ما شفان السليم؟ أبوك تعبوا نعلو المستشفى مفروضة جبها إعداد أبوك تعالى فنقوت نفسك أحضر بها واتهالله بالله أبوك تعالى ده راه موتني لازم اخد له حاجة ايوه بس انت كده مش هتعرف تكمل كله واحد فينا ولو اخر اهد على نفسك شوية ما عدتش تفرق خلينا فلحنا فيه ماشي برحتك هتعملي مع اللي هو صبري هعملي يعني زي ما قال اللي هو صيف لازم نتأكد الاول ان هو كان بساعد سليم بص يا حمزة انا عارف اللي بينك وبين اللي هو صبري عامل ازاي بس لو طلع هو هتعمل ايه لو طلع هو اللي ساعد جابه سليم بقى هو اللي جابه نفسه يشيل بقى اه اروح مش هينفع اسليم يعني مش هينفع ده ابويا يا شيخ جادر ابويا ابوك مدى تخلي المستشفى يبقى تبني ترأي يعني انت لو رحتوله دلوات هتقبض عليكم من قبل ما تشوفه كمان بقى علي اسليم بقى علي ابني وشوف انت عايز تعمل في نفسك ايه احنا اسيبه في المستشفى كده لوحده انت ملوش غير ملوش غير يا شيخ جادر وانت لو رحتوله فتعمله ايه اصلا ابوك تعباني يا ابو وانت مش هتسيبه ولا حال احنا هنستنى لما ربنا يكرمه ويطلع من المستشفى ويرجع بيده بعدين ابقى نفكر هتشوفه ازاي لما دلوات لو رحتله هتتمسك وانت عارف كده كويس طف اسمعني اسمعني انت يا سليم فيش حاجة يقول تهالي ولا طلبتها مني وانا قرتلك عليها لك لكن المراضي بقى ما هنفعش انا قلبي عليك اروح لبوك مش هينفعش وده اخر كلام عندي خش يا سليم خش يا بيصليلك رجالتين ودعيله ان ربنا يقولوا بالسلامة خش بلا اخوان كل واحد على شوق اشتركوا في القناة 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 يا سيدي انت بكلمني وانا اجيبه الغاية عندك واجيلك يا راجل انت فاضي خليك انت في شغلك ها عامل ايه في شغلك بقى انا شغلي زي الفل انت طمني عليك صحتك عامل ايه بتاخد ادويتك اولا اه لا ايه لا احيانا يعني لكن باخدها باخدها لما افتح يعني انت بتتدلع في الادوية هو عشان ما فيش ماما اللي كابت اديولك غصبا عنك ما تاخدش الادوية بتاعتك يا راجل فكرتني بماما ما كانت بتجري وغراها في كل حتة عشان اخد الدوازية لعال الصوارين بالظبط طموة كان عندها حق اهو اه انت فيش حد بيرعيك دلوقتي اما كنتش تاخد بالك من نفسك وطرعي نفسك مش هينفع اقولك اقتراح كويس جوزني جوزني فيها حاجة شوف ليه بالنقطة حلوة كده بالكلية اللي عندك بنت وزوزة زريفة تجوزني وطرعيني انت اخد بالها مني فيها حاجة دي طب سدى بقى ان انا هجوزك فعلا فعلا هجوزك هدى مين هدى حماتي يا راجل هرام عليك ده حماتك دي رغاية مشكلش خالص 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 وانا راجل صحيته على قد بستحملش طول الوقت بتلغي 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 بتتكلم كتير انا قلت حال غلق فيه ايه فضل يا عمد اه 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 صح خالص يا عمد اه واعمل حسابك هتقعد تتغدى معانا اعمل ايه مدومت ما بيجيش النادي نشوفك هناك قلت اجيلك هنا بنفسه شوفك خنوّر في ايه وقت صبح ده مكتبك انما يعني ايه اللي مخليك مختفي ديومين دول ومشغول عننا انت عارف بقى الشغل وتقفيل السنة المالية لازم لوحد يتابع كل حاجة بنفسه ويلا الحكاية يعني مش موضوع المناقصة بتاعة المتحف هو اللي شغله ايه هو موضوع المناقصة لشغله تشرب ايه لا انا مش جاي اشرب على فكرة انا كموك نكلمك في التليفون عشان ما اضيعش وقتك بس حبيت اجيلك لحد هنا واقول هالك بنفسي فوشك يعني تقول لي ايه اقولك ما اضيعش وقتك انسى موضوع المناقصة بتاعة المتحف ده خالص انسى انسى ليه بقى يا صبح لان انا قررت ان المناقصة دي يكون من نصيبي وانت عارف بقى معتز انا لما حب اخد حاجة محدش في الدنيا يقدر ياخدها من صبحي الغنيمي قرر ينزل المناقصة دي دنا زي ما توقعت الشكل مش هيسيبنا في حله طب و ايه المشكلة؟ ما هالمناقصة مطروحة للكل واي حد ممكن يتقدم لها واحنا عارفين ان في شركات تانية ممكن تحاول تاخدها شركة صبحي الغنيمي مش زي اي شركة واحد ورس فلوس كتير واي حاجة بيعوز ياخدها لازم ياخدها مش هطارة بقى بالواسطة ولا حتى بانه ينسف اللي وقف سكته مش مهم المهم من الحاجة اللي عايز يوصلها صبحي الغنيمي لازم يوصلها وصبحي قرر ياخد مننا مشروع متحف طيب ماشي وبعدين هنسكت يعني؟ لا طبعا من عشان كده جبتكم العرض اللي كنا مجهزين عشان نقدمه للحكومة لازم تقود وتشتغلوا عليه من الاول لازم التكلفة ووقت التنفيذ يقل باي شكل ممكن لازم نقدم للحكومة عرض احسن بمراحل من اي عرض هتقدمه شركة صبحي وتفتكروا ده كفية؟ لا طبعا دي مجرد خطوة انا من ناحيتي هتابع صبحي واشوف هيتحرك ازاي لان انا متوقع منه ضربة قوية قريب جدا انتو لازم تأمنوا ظهري باختصار كده انا عايز ادخل للحكومة بحاجة تخليهم ما يقروش اي عروض تانية من اي شركات تانية هتقدروا؟ هنقدر تباش معايا ولاي؟ لا لا معاك طبعا اكيد اكيد هنقدر اشتركوا في القناة 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 امام الله ارحمها توفت وكنت انا اتعبها انت دخلت علي زي ما تكون انت لابويا قلت لها بابا انت في محنة ربنا بيبتليك بالمحنة دي لكن لازم تثبت انك اده وقدود فاكر وعشان كده انا استحملت استحملت لغاية ما خرجت من المحنة يا ابني انت الوقت في محنة وحتخرج منها والله هتخرج منها بس مهم يا سليم انك تتكلم وتريحنا اللي انت عامله في نفسك ده غلط يا سليم انت قافل على نفسك ومحدش عارف يساعدك يا ابني يا سليم رد علي يا ابني اتكلم اتكلم يا ابني لا حاول اقواتها الا بالله لا حاول اقواتها الا بالله سليم يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني الحمد لله موسيقى 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 قالوا قايوا ياسليم انت عايز مني ايه ؟ ازاي تتكلمني عن النمره دي؟ غدا عايزك تقابلي في المكان دي الي حانينا متعوضين يتقابل فيه بعد النص الساعة مدخريش أبويا بالموت في المستشفى دلوقتي يا غادة أرجوكي ساعديني أنا مليش حد غيرك دلوقتي أطلب منه أنه يساعدني سليم لو سمحت ما تشايلنيش ذنب حاجة أنا مليش أي دعوة بيها أنا مش عايز منك دلوقتي غير أنك تروحي إلى أي مكان وتقف في شواء هم هيرقبوك ويفتكروا أن أنا جاية قابلك أنا لا هتحرك من هنا ولا هساعدك مفهوم؟ غادة مفيش وقت أبويا لو مات من غير ما شوف وعمري ما سامح نفسي ولا هسامحك غادة أنا عارف أن أنا ظلمتك معاه وحملتك في قطاتك بس إدي أبويا يا غادة ومش ينفع سيبه كده أرجوكي ساعديني طيب وإيه المطلوب مني دلوقتي؟ اتحرك دلوقتي حلم من الشركة وهم هيمشوا وراكي ومش مطلوب منك أكتر من كده بتشكري يا غادة جاء امذا سليم كلم غادة وعايز يقابلها دلوقتي غادة؟ اه وهي رايحله دلوقتي يلا باعشان مفيش وقت قات يابني المفاقح يلا رجالة ايو بقى اتحركت والليسا طب وحمزة معاك طب كويس بقولك يا بهاء خليك حذر وما تصرعش وقع غادة تحس بيك إلا لما تتأكد مسليم معاها فاهم يا بهاء ما تضيعش الفرصة من أنا ماشي يا بهاء وكلمنا على طول أول ما تقبضوا عليه يا الله سلام اه اتحركت؟ حلوة قوي ويافين دلوقتي طيب خليكوا وراها بس قوي هتحس بيكم خليكوا بعيدة عنها تماما عشان ما تحسش إن في حد بيرابها بس انتوا تكونوا شايفينها الكلام واضح يلا أنا جاي لك على طول سلام حمزة غادة تحركت أنا جاي وراك بس بهاء غادة ما يحصل لهاش حاجة مش وقت الكلام ده بهاء لغاية دلوقتي ما عملتش حاجة غلط نقبض على سليم اه لكن هي حصل لها حاجة لأ تمام؟ رودي بقى يا غادة رودي اشتركوا في القناة 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 يا اسليم أنا أنا حياة مستعجب المكان ده بأصلا أنا وأنا اشتركوا في Applause في مكان زي كده أبداً، ولا عمر شفتك في مكان زي كده أبداً يعني سليم، الحياة مش نلاقي كلام أقوله ومش عارف أقول إيه ما تقولش حكا، أنا آسف آسف إن خلتك تجينا وآسف إن أنا حطتك في الوضع ده بس عشان خطري، خلي بالك من نفسك أنا مش هبقى موجود عشان أخذ قلي منك أنا عارف إن أنا أنت بقصر معك في عاجات كتيرة بس عشان خطري زميحني ما تكسلش في الدواء ما تكسلش في صحتك أعمل إيه في صحتي بعديك يا سليم؟ إيه أهميت صحتي؟ أنا بدأ ليل ونهار إن ربنا ياخدني عنده قبليك وبدري، عشان ما عنيش اللي أنا بشوفه علي الحالات إحنا ما عندناش فيه ما عندناش حاجة غير الصبر الصبر، الصبر والسلوان وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وربنا يغفر لك لو كنت أخطأت ويغفر لنا كلنا و... 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 مش لقي حاجة أولا مش لقي حاجة خالص أولا لم ناق small هناك الكبير بنائز بنائز اللي الغاب ماًا ماًا ماة محش عندي حاجة أقولها خلاص ما عينتش فيه أي حاجة ربنا يغفر لك ويغفر لنا ويخرجنا من الهام اللي احنا عايشين فيه ده ربنا سمحنا سمحنا كلنا ويغفر لنا ربنا الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل شيء اشتركوا في القناة ايه مجاش؟ هو مين ده اللي مجاش؟ يلا تفضلي معايا على فيه؟ تفضلي معايا سيب ايدي تفضلي ايه؟ جايبان العديم؟ مش عارفين ان الداخلية غيرت لبساها؟ ده اللي شفناه من نابسينه اخر مرة انت هتحدي الورايا؟ لما قول ده العديم يبقى ده العديم ايه يا عمر؟ عايزنا بدلا من خرج الناس من السجن انتخل مكانهم؟ يلا ابن انت هو شير حاجات دي كله اولاها فيها جوا استغفر الله على العظيم يا ربنا استغفر الله على العظيم بسي على عمر الشيخ جابر سليم لسه مرجعش؟ لسه يا شيخنا تحب اكلمه لك؟ لا اسيبه روح انت شرف شغلك هاضر يا شيخ عمر تعال يا ابن لغلطة صغيرة زيها زي الكبير يا عمر في الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش تتصلح حدنا ايه يا سبا شجابر؟ انا مش عايزك تعتذر انا عايزك تقوم تتوضى الصلاة الرابط وبعد الصلاة بأكمل شغلك وولي الرجالة تجز عشان نصلي جماعة ما بارك الله فيه عمل نولي عن الصلاة هم؟ نعم لو تسمح لي بالسؤال يا شيخ جابر الدكتور بتاع السجن ده اللي انا اسمعتكم بطوله ان هو اتقبض عليه مش غلط نسيبه في ايد الدخلية انا رصد يعني يا شيخنا ان الدخلية لو عايز حد يتكلم هتخليك يا وروح اتوضى يا صالح امرك يا شيخ نعم دني قدلوه ازاي ايه يعني هو مات ولا لسه اه نقلتو مستشفى السجن طيب حاولوا تنحاووا باي طريقة وكلمني قولي عملته ايه انا في انتظار ردة يلا ادخل سب باشا مساء الخير اهلا صبري باشا فضل فضل شكرا جزيلا الحقيقة كان فيه موضوع شاغل دماغي من فترة كنت عايز اكلمك فيه خير يا صبري باشا فضل سليم وجابل من الواضح انه هما بيخططوا العملية جديدة واللي بيأكد لده وجودهم في القاهرة فانا يعني لو العملية بالخطورة اللي انا متوقعها بقول ان احنا لازم نكون جاهزين لاي احتمال السؤال الاهم بقى عملتوا ايه في خط تأمين السجون اشتركوا في القناة ذلك سليم